شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في هذه الليلة يتناول بإذن الله تعالى موضوعا يدور حول إمام زماننا وولي أمرنا الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجح وهذا الموضوع يدور حول السبب الكامن وراء غيبة الإمام المهدي هذه الغيبة التي يعتبرها البعض تحديا كبيرا للقائلين بوجود الإمام المهدي وللقائلين بإمامة الإمام المهدي فلماذا كانت هذه الغيبة المحيرة كما يقوله هؤلاء مقدمة ينبغي أن نعرف أن الغيبة ظاهرة عامة في حياة الأنبياء والأولياء وليست حالة استثنائية تفرد بها الإمام المهدي القرآن الكريم في مواقع متعددة يشير إلى ظاهرة الغيبة في حياة الأنبياء وفي حياة الأولياء لعله إذا واحد يقرأ القرآن الكريم بهذا المنظار يجد هناك إشارات وتلويحات كثيرة في مواقع متعددة في القرآن الكريم إلى فكرة الإمام المنتظر وشؤون الإمام المنتظر القرآن الكريم يبين أنه كانت هناك غيبة لنبي الله موسى بن عمران والآية الكريمة تقول ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين أربعين يوم موسى بن عمران وهو نبي من الأنبياء العظام يغيب عن قومه أربعين ليلة حتى أخوه هارون لم يصحبهم معه في هذه الغيب يبدو وحدك وحيد هذه غيبة قصيرة القرآن الكريم يثبت غيبة أخرى إذا كانت هذه الغيبة غيبة قصيرة فهناك غيبة أخرى طويلة في القرآن الكريم نبي الله عيسى بن مريم غاب عن قومه بل غاب عن البشرية كلها الآن كم عام يمر على غيبة عيسى بن مريم حوالي ألفين عام القرآن الكريم يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وفي آية أخرى يقول بل رفعه الله إليه وإلى الآن عيسى بن مريم يعيش حالة الغيبة القرآن الكريم يثبت الغيبة لنبي الله يونس ابن متى وذنون الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كم يوم كان في بطن الحوت كما يقوله بعض العلماء أربعين يوم كان في بطن الحوت نبي مبعوث ولكنه يعيش أربعين يوما في بطن الحوت هل قدح ذلك في نبوته هل انتفت عنه صفة النبوة بهذه الغيبة القرآن الكريم يثبت الغيبة لأهل الكهف ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة ثلاثمائة عام والسنوات الشمسية وثلاثمائة وتسعة أعوام بالأعوام القمرية كانوا غائبين على ما أتذكر حتى كان هناك كلام أنه أكو هالشكل أفراد أو ماكو لأن بعد مرور ثلاثمائة عام كم جيل يتبدل بعض العلماء يقولون كل أربعين عام يتبدل الجيل بعض علماء الحضارات كم جيل تبدل في خلال هذه الأعوام الطويلة لعل القضية نسيت أو اختلف فيها ولكن بعد هذه المدة الطويلة وكذلك أعثرنا عليه وإذا بأهل الكهف يعودون إلى الظهور بعد هذه الغيبة إذا كانت ظاهرة الغيبة ظاهرة عامة فالسؤال عن علة الغيبة وسبب الغيبة أيضا يكون سؤالا عامة هذا السؤال ما يختص بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه لماذا غاب عيسى بن مريا السؤال نفس يريد السؤال عام وليس سؤالا خاصا بعد هذا المدخل نعود إلى الأجوبة حول هذا السؤال بصيغته الخاصة لماذا غاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هناك عدة إجابات في هذا البحث نتناول إجابتين وندعو بقية الإجابات لمباحث قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى الإجابة الأولى هي الإجابة التي أجاب بها الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه في كتابه كتاب الغيبة في صفحة 85 ونحن نعتقد أن هذه الإجابة مفتاح مهم من مفاتيح التعامل مع الدين ككل وهذه الإجابة يمكن أن نعبر عنها ولو الشيخ لا يستخدم هذا التعبير بفكرة الحكمة المجهولة نحن نعتقد أن هذه الفكرة التي طرحها الشيخ مفتاح مهم من مفاتيح التعامل مع الدين في الحياة في دائرة التكوين وفي دائرة التشريع هناك النقاط غموض وهذه النقاط الغموض إما لا تحتمل عقلية البشر بشر فهمها وإما جعل الله سبحانه وتعالى هذه النقاط نقاط الغموض لحكم من الحكم في دائرة التكوين هناك النقاط الغموض وحقيقة إذا واحد يلاحظ هذه النقاط بعيدا عن نظرية الحكمة المجهولة لعله لعله يبتلى بحالة من الإحباط والنقاط والنقوص والارتداد في عالم التكوين هناك النقاط غموض لعله لنقلت لكم قديما رجل قال ذهبت إلى أوروبا فرأيت امرأة هناك كانت تنكر وجود الله سبحانه وتعالى وتقول لو كان الله موجودا لما قامت الحرب العالمية الثانية يبدو اكتوت بنيران الحرب العالمية الثانية نحن أحيانا نعيش مشكلات محيرة في حياتنا البشر يعيش مشكلات محيرة لماذا حدث هذا الشيء إما حدث يتعلق بحياتنا الشخصية أو حدث يتعلق بالبشرية ككل هذه النقاط غموض في الإطار التكويني وهناك النقاط غموض وإبهام في الإطار التشريعي كم مثال مئات الأمثل على ذلك نحن كيف نحن كيف نواجه نقاط الغموض بهذه النظرية نظرية الحكمة المجهولة نظرية الحكمة المجهولة ترتبط ارتباطا عضويا بمستوى الإيمان يعني كلما مستوى الإيمان يكون أعلى الإيمان بالحكمة المجهولة يكون أقوى نحن عندما آمنا بالله سبحانه وتعالى إيمان يقين إيمان قطع وآمنا بأن الله سبحانه وتعالى حكيم وآمنا بأن الله سبحانه وتعالى الرحيم وآمنا بأن الله سبحانه وتعالى ودود ودود شكرا اللفظة حلوة أنا ابتليت بمشكلة في حياتي مشكلة مدمر اللهم يعرف شكرا يبتلي الفرد في نقطة مدمرة من حياته كل واحد الله يبتلي بشكل ليشياء الله القضية محلولة أنت آمنت بالله أنت تؤمن بأن الله حكيم أنت تؤمن بأن الله ودود أنت تؤمن بأن الله رحيم أنت تؤمن بأنه ما قدر الله للمؤمن شيئا إلا هو خير له قطعا هذا فيه مصلحة خلة المشكلة نعم إذا واحد إيمان ما عنده يجب أن يعود إلى الجذور إذا واحد شاف عند الشك يجب أن يعود إلى إيمانه وإلى هذه الجذور لا بأس أن ننقل لكم هذه القضية لعل مضمونها هالشكل العام حفظه الله يقول عندما جاءت الموجة الشيوعية في العراق موج قبل يمكن خمسة واربعين عام تقريبا يقول قلت لوالدي ماذا نبحث مع الشباب لأن احنا عندنا هيئات شبابية فقال والدي ابحثوا معهم حول أصول الدين هذور أي شيء آخر لا تبحث وياه أنت لا تبحث معه لماذا خاتم الذهب حرام لأن هذه الأسئلة تبدأ ولا تنتهي أنت حلت هاي المشكلة لماذا خاتم الذهب محرم لأن خاتم الذهب فيه إشعاعات مثلا تؤثر على الكريات الحمر أو البيض في الرجال ولا تؤثر في النساء سؤال الثاني لماذا صلاة الصبح ركعتان ليش مركعة واحدة ليش مثلث ركعت لماذا الطواف حول الكعبة سبعة أشواط مو ثمانية أشواط ولا ستة أشواط واحد يقول أنا يعجبني أن أصلي صلاة الصبح اليوم أنا عندي خلق وعندي توجه إلى الله سبحان اليوم يعجبني أصلي صلاة الصبح أربع ركعات ليش ما هذه الأسئلة التي تتعلق بالفروع تبدأ ولا تنتهي فإنتم متوصلون إلى نتيجة إن تثبت القاعدة القاعدة الله النبي الإمام المعات إذا الشاب حلت قضية العقيدة عنده بعد كل القضايا محلولة هذا مو فقط في الدين موجود حتى في الحياة موجود أنتو عندما آمنتوا بأن هذا الطبيب حاذق فاهم رحيم ودود أي شي يقول تعملون بكلام التعليمات التي يقولها الأطباء لنا كثير منها من أفهم وكثير منها لا يمكن أن نفهمها يعني الطبيب ما يتمكن أن يفهمنا مثل معالم من علماء الأصول لا يمكنه أن يفهم المعنى الحرفي لبقال على رأس المحل إفهام المعنى الحرفي لهذا البقال مو ممكن ولكن عندما آمنت بالطبيب تخضع لكل تعليمات ليش الطبيب هكذا قال الحكمة المجهولة من خبير ودود عليم حكيم حلة المشكلة فالنظرية الأولى في هذا المجال التي يطرحها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه الحكمة المجهولة هناك حكمة كامنة وراء الغيب لا نعلمها ولا يشترط أن نعلمها هل تظهر لنا هذه الحكمة في يوم من الأيام ربما تظهر لنا في عهد الظهور إذا واحد شكك في هذا يجب أن يشكك في إيمانه يجب أن ننتقل إلى مرحلة متقدمة هل يؤمن بالله هل يؤمن بالنبوة هل يؤمن بالإمام هل يؤمن بالإمام المنتظر إذا انتهينا من هذه المرحلة فجميع الفروع محلول هذه النظرية الأولى أكو هناك تعليق مختصر على هذه النظرية وهذا التعليق إننا نحاول محاولة ولو عندنا إيمان ولكن نحاول أن نحول الحكمة المجهولة إلى حكمة معلومة ولو في بعض أبعادها أكو هناك كتاب لطيف علل الشرائع كانوا يأتون إلى أهل البيت صلوات الله عليهم ويطرحون عليهم أسئلة تتناول الدين وأحكام الدين وفروع الدين هذا ليس يتنافى مع الإيمان هذا ليس سؤال منكر السؤال تارة يكون سؤال منكر لا أنا أقبل ولكن أحاول أن أفهم لا أحاول أن أؤمن لا الإيمان موجود أحاول أن أفهم بعد الإيمان فإذن هذه الإجابة إجابة صحيحة وتامة ولكن نحن نحاول أن نحول هذه الحكمة المجهولة إلى حكمة معلومة نبحث هل هناك طريق لاستكشاف بعض الحكم وراء هذه الغيب هذه هي الإجابة الأول الإجابة الثانية ونقتصر عليها وهذه الإجابة أيضا إجابة كالإجابة الأولى وجهت بالرفض والتشكيك وهذه الإجابة أيضا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يطرحها في مكان آخر من كتابه في هذا الكتاب كتاب الغيبة يذكره في صفحة 91 وهذه الإجابة هي الخوف من بطش الظالمين هل الأنبياء والأولياء يخافون الجواب نعم القرآن الكريم يقول الأنبياء يخافون القرآن يقول حكاية عن نبي الله موسى ففررت منكم لما خفتكم فإذن النبي موسى خاف وعلى أثر هذا الخوف فر الفرار معيب نبي الله موسى فر حتى لا يقتع كيف يخاف النبي نبي من الأنبياء والخوف أمر مذمون نحن نحن عندما نقول فلان واحد خواف هذا الذن يعتبر كيف يخاف نبي الله وهو يجب أن يكون قمة في الكمال الإنساني الجواب على ذلك الخوف نوعان خوف محمود وخوف مذمون الخوف مما ينبغي أن يخاف منه في موطن ينبغي أن يخاف فيه محمود الخوف مما لا ينبغي أن يخاف منه في موطن ينبغي ألا يخاف فيه مذمون الخوف ليس مذموما مطلقا الخوف قضية فطرية أو دعها الله سبحانه وتعالى في فطرتنا نحن البشر لندافع به عن كياننا وعن ذواتنا وعن أنفسنا وعن شؤوننا عند استشعار الخطر إذا واحد ما يخاف عدم الخوف يعود إلى أحد عاملين إما مشكلة شعورية وإما مشكلة نفسية إذا واحد ما خاف في موطن ينبغي أن يخاف فيه ومن شيء ينبغي أن يخاف منه هذا يدل على وجود خلل في أحد مركزين إما خلل في الشعور والإدراك الشيء الذي يقوله المحقق النائيني رحمة الله عليه في فوائده يقول هناك وجود خارجي ووجود عيني وبين الوجود الخارجي والوجود العيني عموم من وجه قد يكون وجود خارجي ولا وجود عيني وقد يكون وجود عيني ولا وجود ذهني وقد يجتمعان وقد يرتفعان هناك واقع خارجي مخوف ولكن هذا الواقع الخارجي المخوف لم ينعكس في الذهن مثل واحد قاعد وأسد يأتي من ورائه ليفترسه ولكن هذه الواقعية الخارجية لم تنعكس في ذهنه يجلس في مقانه ولا يفترسه ليش لأنه أكو إشكال في الصورة الذهنية لم يستشعر الخطر لم يفهم الخطر شايفين الأطفال أحيانا يمكن يأخذ عقربة ويلعبها إذا الطفل تجي مع عقربة شي سويها يأخذها ولعله يأكلها أيضا ليش لأنه لا يفهم هذا كمال في هذا الطفل لا لا يخاف لأنه لا يفهم إشكال في الإدراك مشكلة في الشعور هاي المشكلة الأولى المشكلة الثانية يمكن واحد مشكلة شعورية ما عنده يدرك الخطر لكن ما يخاف مما ينبغي أن يخاف هذا عنده خلل في تركيبته النفسي إذا ثعبان هاجم فد واحد وراء الثعبان وعرف أن الثعبان قاتل وما فر منه ولم تكن وظيفته السبات هذا يدل على أنه خلل في نفسي هذا ليس إنسان طبيعي هذا ليس إنسان سوي الله تعالى جعل فينا غريزة الخوف لندافع بهذه الغريزة عن أنفسنا عن مصالحنا عن ذوينا عن كياننا فالخوف كمان إذا واحد ما عنده خوف هذا الجدار هذا الجدار إذا الجدار ما يخاف يعني إحنا ما عندنا إحاطة بواقع الجدار هالشكل يعني مثل ما يبدو الجدار لا يخاف الجماد لا يخاف النبات يعني هالشكل يخيل إلينا أنه ما يخاف هذا الجدار هذا مو بشر فإذا الخوف كمال طبعا في بعض الأماكن يجب أن يقدم الفرد اللا يحجم فكبحث آخر هل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه كان في معرض الخطر يعني إذا الإمام كان ظاهر هل كان هناك خطر يتوجه إليه نعم كم دليل تريدون على ذلك الدليل الأول أبوح الإمام العسكري قتل بأيدي الظالمين الدليل الثاني جده الإمام الهادي صلوات الله عليه قتل بأيدي الظالمين الدليل الثالث جميع آبائه الطاهرين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ما من إلا مسموم أو مقتول الظالمون المجتمعات ما تحملت هذه الوجودات الطاهرة المجتمع ما تحمل الحكومات ما تحملت فقتلتهم واحدا واحدا الخطباء الكرام يقرؤون أما النبي فقد قضى وبقلبه من قومه قبسات وجد مكمني والبضعة الزهراء ماتت بعدما ألقت بضرب سياطهم للمحسنين والمرتضى أردوه في محرابه بيمين أشق العالمين وألعني إلى آخره واحد واحد قتلوه أنبياء الله قتلوه أنبياء الله شردوه أنبياء الله طاردوه الإمام الحسين صلوات الله عليه كما في بحار الأنوار قال لعبد الله بن عمر قال يا أبا عبد الرحمن أما علمت أن الرأس يحيى أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل نبي الله يحيى قتلوه ليش لأنه قام أمام السلطان قال أيها السلطان ما إلك حق تاخذ بيت زوجتك في قضية زوجة الملك أرادت أن تزوج الملك من بنتها حتى ليتزوج وحدة ثانية والملك ينتقل إلى أولادها يحيى قام قال أيها الملك ما إلك حق تاخذ بنت زوجتك يعني ربيبتك قتله الحاكم ووضع رأسه في طاشت وأهدي هذا الطاشت إلى بغي من بغايا بني إسرائيل في نفس هذا الحديث الإمام يقول أما علمت أن بني إسرائيل كانوا يقتلون بين طلوع الفاجر إلى طلوع الشام سبعين نبيا كانوا يقتلون ثم يغدون إلى أسواقهم وكأنهم لم يفعلوا شيئا ويبيعون ويشترون جميع الأنبياء قتلوا أو كثير منهم جميع الأنبياء طوردوا الحكومات ما كانت تتحملهم المجتمعات ما كانت تتحملهم ولولا رهطك لرجمناك في الآية الكريمة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه لا يشذ عن هذا القانون الحام بل هو أكثر في معرض التهديد لأنه هو المبشار به هو الذي تواترت الأحاديث بأنه سوف يسقط جميع الظالمين وينهي الظلم من فوق الكرة المعتضد كم مرة بعث أفرادا لاغتيال الإمام المهدي المعتضد الحاكم العباسي في مرة بعث ثلاثة لا يعرف أحدهم عن الآخر أو بعثهم متفرقين لكي يقتل الإمام ثم بعد ذلك بعث جيشا لقتل الإمام ما كانوا يتركون فقطعا إذا الإمام كان ظاهرا كان مهددا من قبل الحكومات ولعله كان مهددا حتى من قبل المجتمعات كثير من المجتمعات واحد مجهول كاتب قصيدة طرح فيها إشكال الإمام الحجة شوي دققوا في هذا الإشكال الإمام الحجة يعلم بأنه الموعود وأنه سوف يظهر وأن الله سبحانه وتعالى ادخره لذلك اليوم إذن ماكو خطر على الإمام المهدي فالإمام لا يخاف إذا إرادة الله تعلقت بأن الإمام المهدي يظل إلى اليوم الموعود إذن لا خطر عليه فحتى إذا الإمام يكون ظاهر لا يمكن أن يمسه سوء هذا واحد مجهول بدون توقيع كتب قصيدة أشكل فيها على فكرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وطرح فيها هذا الإشكال ضمن أبياته هذا الإشكال واضح الجواب وإجمال الجواب فصلنا هذا الجواب في وقت آخر إحنا عندنا قضايا حملية وعندنا قضايا شرطية إرادة الله قد تتعلق بظاهرة على نحو القضية الحملية أنتوا بعد إذن ما تحتاجون إلى تهيئة مقدمات إرادة الله تتعلق بطلوع الشمس غدا شنو وظيفتكم معدكم وقعدوا في مكانكم انتظروا أن الليل ينجلي والشمس تطلع غدا لأن إرادة الله تعلقت على نحو القضية الحملية بهذه القضية ولكن أحيانا إرادة الله تتعلق بشيء على نحو القضية الشرطية الله يريد أن يكون لكم أولاد ولكن بشرط أن تتزوجوا إذن فاتشاب يقعد في بيته يقول إذا إرادة الله تعلقت أن يكون لي أولاد إذن أنا أقعد في مكاني وما أتزوج إذا إرادة الله تعلقت بأن لا يكون لأولاد إذن حتى إذا تزوج لا يكون لأولاد شنو جوابه الجواب إرادة الله تعلقت بأن يكون لك أولاد بشرط أن تتزوج النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يعلم أن الله حافظه لو لا ما كان يعلم كان يعلم لو ما كان يعلم النبي الأعظم كان يعلم بأنه يعود إلى مكة أو ما كان يعلم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معات إذن النبي ليش راح بالغار كان يقعد في بيته يقول أنا مضمون بالضمان الإلهي ليش النبي راح بالغار لماذا اختفى عن الأعداء بلي النبي مضمون بالضمان الإلهي ولكن على نحو القضية الشرطية لا على نحو القضية الحملية فهذا الإشكال أيضا غيره وارد إذن النظرية الثانية نظرية الخوف من بطش الظالمي إحنا عدنا فالتعليق مختصر على هذه النظرية بعد توضيحها التعليق المختصر أحياناً الشيء تكون له علة يعني سبب ولكن هذه العلة لا تكون هي العلة النهائية يكون وراء العلة علة أخرى هي العلة في ولادة هذه العلة على الطولية مترامية كل علة لاحقة تستند إلى العلة السابقة إحنا نقبل نقبل العلة التي ذكرها الشيخ الطوسي وهناك رواية أيضاً تؤيد هذا المطلب هذه الرواية مروية في كتاب كمال الدين باب أربعة وأربعين حديث ثمانية وتسعة وعشرة صفحة ميتين واحد ثمانين الرواية يرويها زرارة يقول سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول يعني الإمام الباقر إن يذكر الإمام باللفظ الذي يقام عنده صلوات الله عليه نحن ما نستخدم ذلك اللفظ نستخدم لفظ المهدي إن للمهدي صلوات الله عليه غيبة قبل أن يقوم يغيب قبل الظهور وقبل القيام قلت لما قال يخاف قال زرارة يعني القاتل شنو متعلق الخوف زرارة يقول القتل أكو احتمال آخر ولو يبدو أن فهم زرارة حج لنا لأن الأمر يدور بين الاجتهاد والحس وأصالة الحس العقلائية محكمة في المقام لعله يعني لعله بإشارة من الإمام افتهم أن مراد الإمام القتل ولكن أكو احتمال آخر وهو الخوف على المهمة نحن عندنا خوفيا هذا لعله نوضحه لاحقا قد يكون واحد يخاف على نفسه وقد يخاف على مهمته مو على نفسه نجيب شاهد لذلك الله تعالى يقول فأوجس في نفسه خيفة موسى من شنو خف عندما السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم وإذا بالصحراء تمتلئ بالأفاع أظن يقولون فالناس فروا هربوا خلوا زئبق على هذه العصي والحبال فتحت حرارة الشمس ظهر أنها تتحرك هكذا بدأ فالناس على ما أذكر فروا فأوجس في نفسه خيفة موسى من شنو خاف يعني خاف من ذن العفاعي الوهمية في حديث عن الإمام أمير المؤمنين أنه خاف من غلبة الباطل وإضلال الجهة شلون تميز للناس المعجزة والسحر كيف يتميز خاف أنه ميت مكا يظهر يظهر الحق ويبدي الواقع وينجح في مهمته والآية لاحقة لعلها تؤيد هذا المعنى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى يعني كأنه متعلق الخوف أن لا تكون حجته هي الأعلى من هذا خاف فأكو احتمال في هذا يخاف مو من القاتل كما فهمه زراره وإنما من عدم تمكن أداء المهمة ليش هذا بعدين إن شاء الله نشرحه قال وفي رواية أخرى يخاف على نفسه الذبح هؤلاء اللي فجروا المراقد في سامراء إذا الإمام الحج كان ظاهر كان عدهم مانع من قتل الإمام الحج قطع الله قتلوا آباءه من قاتل ذول أولاد أولئك أتباع أولئك هذه النظرية نظرية الخوف مقبولة ولكن أكو هناك ملاحظة وهي أن الشيء قد تكون له علة ووراء هذه العلة علة أخرى طولية لا عرضية مو علتان في عرض واحد علة تولد علة تولد ظاهرة يعني ظاهرة معلولة لعلة تلك العلة معلولة لعلة فوقها لماذا غاب للخوف لماذا يخاف الخوف واقع نفسي هذا الخوف انعكاس عن واقع خارجي احنا يجب ان ننقل الكلام الى ذلك الواقع الخارج في يوم من الايام الامام الحج يظهر صلوات الله عليه ليش ذاك الوقت ما يخاف هذه العلة لماذا انتفت في ذلك الوقت لان الشروط الموضوعية تبدلت تلك الشروط الموضوعية التي سوف توجد في عصر الظهور الان مو متوفرة وتلك الشروط هي علة الخوف كما يبدو فبعد انتقلنا الى هذه الاجابة الثانية يجب ان ننتقل الى العلة الكامنة وراء هذه العلة ما هي تلك الشروط الموضوعية التي تسبب الخوف وسؤال آخر هل هذه الشروط الموضوعية اختيارية او جبرية اذا تلك الشروط الموضوعية جبرية اذا لا حول لنا ولا قوة ولكن اذا تلك الشروط الموضوعية اختيارية فاذا يمكن لنا ان نساهم في تغيير تلك الشروط الموضوعية ان شاء الله نكمل الحديث فيما بعد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الافهم بالآيات اسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات